بسرعة بقى عشان وقتنا طب ايه اشهر اترابات القلب عشان الاهل يعرفوها ويعرفوها ازاي لما تحصل اشهر اترابات القلب هي الدربة الزيادة او الدربة اللي بتقع ودي حميدة جدا انا بقى بعد ما خوفتهم لازم اطمنهم دي ما فيهاش اي مشكلة خالص دي التفلي بيتعايش معاها وتتروح بالسن هتروح بالسن او بتبقى طبعته كده يعني تروح او ما تروحش بتروح بالسن وبالبيهيفير وبترقية الحياة والتعاون ايه تانية فيه طبعا بعد كده الاتراب اللي هو الوزيني اللي هو فوق القلب فوق البطين يعني بيسرع القلب جامد جدا زبزبة اوزينية زبزبة اوزينية برضو بس اختلف عن الكبار تماما دي بتبقى عيب خلقي في كهربة القلب مش زي الكبار بتبقى احيان مكتسبة ودي بيبقى لها علاج اما ادوية اذا ما تحسنتش بالادوية فيه الكي عن طريق الاسترة وده بيقضي عليها تماما نعم الكي المصدر الزبزبة دي الدفيرة الزيادة دي بتبقى فيه زي الدفيرة زيادة عيب خلقي فيه دفيرة زيادة بتعمل زبزبة جامده هلت بيحصل زبزبة بطينية اللي هي دي ندرة جدا في الاطفال اللي بتبقى بعد الجراحات القلب المفتوح وبتبقى حاجة مؤقتة وخلاص يعني متروح متروح بعد الجراحة طيب العلاج بقى دكتورة العلاج لما يبقى فيه حاجة من دول موجودة معظم الحالات اللي هي الدربة زيادة ما فيش علاج لو هي زبزبة وزينيا اما ندي أدوية اللي بتقلل الزبزبة وبس بنقول الأهل لو الأدوية دي ممكن تخليها خمدة الدفيرة دي ويستجيب الطفل ونقفها بالدوة بس بالدوة بس وممكن يضطر ان هو ياخد الدوة طول حياته فيزهق من الدوة خصوصا في مرحلة البلوغ والمراقبة بيرفضه تماما بيبقى رافض آه بيبقى عندهم رفض وصعوبة مش عايز يمشي على سست نسابت آه بيبقى متداي ولو حق فلو عليك جزري وهو الكي الكي بالكي بخش شوك والحطة اللي بيطلع منها الزبزبة وفيه بقى العيب الخلقي العكس بقى اللي هو الهارت بلوغ يبقى القلب بيدق ببطء شديد للأفلة أفلة كهربائية بالزبط الإشارة اللي بتيجي من الأزين للبطين ما بتوصلش ما فيش وصلة بينهم فالأزين يدق طبيعي ولكن البطين ما يقدرش يدق أكتر من 50-60 ودي لازم الطفل ده يركب بطارية ويبقى الأهلا من دقيقين جدا لأنه هو غالبا بيبقى كويس لكن ما يقدرش يستمر بدربات قلب بطيئة وكده بقيت حياته لازم يركب بطارية ترجمة نانسي قنقر